ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة الانتاج والرأي افتتاح عمال الدورة التقييمية لمشروع وبناء القدرات لمواجهة إشكاليات الأمن الغزائي وسوء التغذية التي نظمها البنك الدولي للتنمية خليل حسن صالح تسعى البلاد وشركائها إلى الحد من المجاعة وتوفير الأمن الغزائي للسكان خاصة أولئك الذين يقطنون في المناطق الساحلية كونهم الأكثر عرضة للمجاعة وسوء التغذية بسبب التحولات المناخية التي تتعرض لها المنطقة وأثناء افتتاح أعمال الدورة التقييمية لمشروع بناء القدرة على مواجهة انعدام الأمن الغزائي والتغذية قال ممثل البنك الدولي للتنمية ألاسان ديابيتي إن البنك وعبر الصندوق الدولي للبيئة قد مول هذا المشروع بمبلغ 2.8 مليار من الفرنكات الإفريقية نظرا للتقلبات المناخية والنظم الإيكولوجية الطبيعية التي يعاني منها إقليمي كانم وبحر الغزال وذلك من أجل مساعدة السكان للصمود أمام إنعدام الأمن الغزائي وسوء التغذية الأمين العام لوزارة الإنتاج والريء والمعدات الزراعية بعد افتتاحه لأعمال هذه الدورة أوضح عن أهميتها في مساعدة سكان المناطق الساحلية طلبنا التمول الإضافي ل هذا المشروع من أجل الأخذ بالاعتبار بعض الأنشطة البيئية التي لم تكن أخذت في المشروع الأول منطقة كانم ومنطقة بحر الغزال فنحن طلبنا هذا المبلغ الإضافي من أجل تنمية بعض الأنشطة التي ممكن أن تدعم مغدرات السكان في هذه المناطق لمواجهة أثار تغير المناخي والوصول إلى الاكتفاء الزاتي وتحسين المعيشة بالنسبة له إن شاء الله في سياق المتصل اختتمت مساء مسأعمال الورشة التدريبية حول الأمن الغزائي بدول إفريقيا المركزية ترأس المناسبة الختامية لمن العام لوزارة الزراعة حمد طاهر صالح جاء اختتام الورشة الإقليمية لمشروع تقوية الأمن الغزائي التي شارك فيها خبراء من دول إفريقيا المركزية بدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة الفاو فإن اختتام هذه الورشة توجى بتوصيات طالبوا فيها المشاركين من جميع الدول الأعضاء بضرورة وضع إمكانيات لازمة لتسهيل المهمات الزراعية وتقوية كفاءة العاملين والتدريب المنتجين لتزويد المدن بالمنتجات الزراعية وإدخال الشباب والنساء في هذا المشروع إضافة إلى وضع مستندات زراعية من ناحيته ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة بشاد محمد منصور جاي قال إن المناقشات الجادة حول الموارد المالية وكيفية دعم الأنشطة الزراعية تعد من أولويات المنظمة وإنها لن تدخر أي جهد في تقديم العون وفي كلمته الختامية لأعمال الورشة الأمين العام بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية عبدالقادر التجاني كايبرو قال إن الأيام الثلاث سمحت للمشاركين في أعمال المشروع حول الأمن الغزائي بدول إفريقيا المركزية حول الإنتاج المحلي كما هنأ الحكومة الجادية بهذا الجهد عبر مشروع منظمة الفاو مضيفا أن العديد من الإشكاليات تم طرحها في هذه الورشة بغية إيجاد الحلول الناجعة مسمنا جهود المشاركين لما بزلوه طيلة الأيام وتمنى للجميع عمل موفق